المباراة كانت مباراة العناصر الوطنية أدت مباراة جيدة جدا بالنظر إلى قوة القصب وبالنظر أيضا إلى المحيط الذي جرت فيه المؤلمون دي القطر 2022 بالنسبة للتغييرات التغيير دي أحمد الله ودي الصابيري تعتقد على أنه كان تغيير في محله ولو أن وليد القراجي كان بإمكان أن يدخلهم قبل بشوية بمعنى أن الفرص التي تعتقد لهم هي فرص صغيرة وقليل الوقت بالتالي ما استطعوش على أنه يعطوه ديك الدينامية وديك الحركية وديك التفوق العدد على مستوى الهجوم ولو أنه دخلوا واستطعنا على أننا نفرضوا سيطرة دينا ونفرضوا بالكرة أننا نمشوا بالكرة إلى منطقة جزاء المنتقب الكرواتي يمكن نقوله على أنه بالنظر المباراة التي شاهدناها وبالنظر المجريات ديالها فتنا أعتقد كان بإمكان المنتقب وطني المغربي لو أنه شوية بحالة نقوله كانت عندي واحد جرأة هجومية كان بإمكانه على أنه يشكل خطورة دخل المنتقب الوطني دخل شوية متخوف دخل مرتابك كان وسط الميدان ماشي هو بشكل اللي كان عليه القلب الهجوم اللي هو النصري ما أعطاناش ما كان منتظر منه وبالتالي دخلنا وإحنا وكأننا نريد نقطة ولا نريد لعب المباراة من أجل الفوزي بالنقاط الثلاثة إنما الخير أمام ما دام أنه نقطة تفتح الباب أمام العلاصر البطنية من أجل اقتلاع تأهل مستحق إلى الدوري التاني إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر